وبنهاية جلسة اليوم تراجعت مؤشرات البورصة المصرية وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 4 مليارات و 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 753 مليار و 781 مليون جنيه وانخفض مؤشر EGX 30 بـ 14% يغلق عند 13 974 نقطة EGX 70 تراجع بـ 20% تقريبا وتراجع أيضا مؤشر EGX 100 بـ 13% ليسجل 1537 نقطة